إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي كما أيضا وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة الجولة شارك فيها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ عدد من الإعلاميين ومراسلي الوكلات الأجنبية شملت الجولة المرور على مرافق المركز الذي تم تشهده في مدة لا تتجاوز عشرة أشهر كما يعد بكورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالية عدد السجون العمومية في مصر وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي تأعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقارر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز وقد تم تصميم مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدمت خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بأحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وذلك لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم لفترة العقوبة وتضم منطقة الاحتجاز ستة مراكز فرعية روعية في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم بالإضافة لساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني تضم مجموعة من الورش المختلفة وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة الصوب الزراعية الثروة الحيوانية والدجنة المصانع والورش الإنتاجية والجدير بالذكر نهو يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبايع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل كل التخصصات وغرفا للرعاية المركزة وغرفا للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية وقسم للمعامل والتحليل والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي فضلا عن وجود العائدات التي تم تجهزها بأحدث المعدات كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة التي يتم خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن بالإضافة للإجراءات التأمينية من بث تسجيل البيانات واستحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واستحابهم عقب انتهاء الزيارة كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز الذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم ثمان قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إدارية بساعة إجمالية تصل إلى ثمانمائة فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكل حقوقه بالإضافة لتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة أفاق التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية بالمجالات كفة وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر